افروسي اول رجل يطير باستعمال محرك نفات وجنحيني من الياف الكربون قدم للعالم تلميذه فنس رفات في فعالية ديت جيتمين دوباي ببرش خليفة فعالية جيتمين دوباي دعمتها منظمة اكس دوباي لرياضات الحركة التي بعثت لدفع رؤية دوباي نحو الاعتراف بها كعاصمة الادرنالين للعالم في هذه الفعالية تكلم ايفروسي المعروف باسم الرجل النفاف بجيتمين عن شغفه بالطيران وعن كيف سعادته خبرته كطيار مقاتل وكقافز حر يصل الى موصل اليه اليوم الان موصل اليوم الان موصل اليوم الان موصل اليوم لم يكن في طرف الاندفع لتعه اول موصل اليهوم وموصل اليوم لأجانب النفاذ مزود الجناح بالطاقة استغرق عدده عشرين سنة لكن إيفروسي واثق بأن ذلك ليس إلا البداية لشيء أكبر شريكه الجديد في الطيران فينيس رفاد تمرن خمس سنوات يكون جناح الرجل النفاذ فينيس اسم معروف في وسط القفز الهوائي الحر وفاز خمس مرات ببطولة العالم وهو كذلك محترف ومدرب القفز الهوائي الحر الأضواء على فعالية جيت من دوباي الصحفية جسدها شريط قصير حكى قصة أولى أخرى في تاريخ الطيران وهذه لمحة عن شريط مهدات من إكس دوباي دوباي يخضر الإنسان المحضة بين الأكام والمدرب 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 مع معينة جميلة تجعله أنها تجهد المعارضة لنا هناك إذاًا تجهد المعارضة لتجهد المعارضة وكما يجب أن تكون تجهد المعارضة لتحديد المترجم للقناة المترجم للقناة